السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد حتى اعلان تغضيف 105 رجال امن خاص بالمعرض الفرس الذي سيقام من 17 حتى 22 شهر عشر 2023 بمدينة الجديدة اذا اخواني بالنسبة لهذا العرض هذا رغم ما طالبين فيش ديبلومات وقد ذلك بالنسبة للمستوى الدراسي اللي طالبين في هذا العمل هذا طالبين الشباب اللي عندهم من القطريام اني فما فوقه وبنسبة لطايا والطول اللي طالبين في هذا العمل هذا تكون عندك 180 فما فوقه بالنسبة للعمر طالبين من 25 سنة حتى 48 سنة اذا هده هما شروط باش انك تدفع لهذا العمل هذا اللي غدي تخدمه كضباط امن ومراقبة في مدينة الجديدة وبالضبط في المعارض ديال الفرس اللي كيددار كل سنة في مدينة الجديدة من نهار 17 اكتوبرا يعني من نهار 17 شهر 10 حتى 22 شهر 10 في 2023 اللي غدي يكون يكون اخواني هذا المعارض هذا اللي هو الدورة 14 يعني كل سنة كيددار هذا المعارض ديال الفرس نسبة اخواني تجربة اللي طالبين با هالاشخاص هده اللي غدي تفعل هذا العام لو يتقبلوا تكون عندهم على الاقل 6 شهور في التعنيل لا 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 تجربة او لا تكون الاكسبيريوم البروفسيونيل يبتداء من 6 شهور حتى العام في يعني كضابط امن ومراقبة اذا غدي نشوفوا الان اخواني اشنو هما المهام اللي غدي تقوموا بها كرجال امن في هذا المعارض هذا اولين اخواني طالبين الشباب اللي عندهم حالة بدنية جيدة تكون عندك حالة بدنية جيدة تكون عندك المظهر جسماني جيد وتكون تقوم بالحرص على التواجد في المباني والتأكد من سالمة الناس والحفاظ على الممتلكات مراقبة تشغيل المنشآت الامنية والمشاركة في سيارتها مسؤول عن حماية الممتلكات والاشخاص المراقبة والتحكم في الوصول الى المواقع التي تم تخصيصها لك وكذلك يكون عندك واحد لمستوى دي اللغة الفرنسية جيد للتواصل مع الزوار اللي هم غدي يكونوا في هذا المعارض وبالنسبة كذلك تكون عندك معرفة دي الأدوات الكمبيوتر لأنك غدي تخدم بالمعيدات دي المراقبة الكاميرات وكذلك غدي تخدم في المجال اللي هو خاص يعني في هذا الفضاء دي المعارض ده دا اللي غدي تكون كرجل أمن وضابط أمن ومراقبة دي المعلومات الخاصة أو الملف الشخصي الخاص بهذا الشخص اللي غدي يخدم كضابط أمن ومراقبة في هذا المعارض دا اللي هو المعارض دي الفرس اللي غدي تقام في مدينة جديدة ما بين 17 حتى 22 أكتوبر إذن إخواني بنسبة الطريقة كيف غدي تدفع لهذا العمل باش تخدم في هذا المعارض دا إذن الطريقة سهلة بزاف كيف تشوف العرض محطوط في الوكالة ديال الأنابيك غدي تضغط الأسفل بالنسبة للموقع إخواني هحطو لكم في أول التعليق سواء عندكم التليفون أو لا نفس طريقة غدي تديرها فهذا الشرح هذا اللي غدي نشرح لكم الآن إذن بالنسبة الطريقة إخواني غدي تضغط الأسفل وغدي تلقى القونتو ديالكم في الوكالة ديال الأنابيك يعني من ضروري أن الشباب اللي بغين يتسجلوا في هذا العمل هذا أنهم يكونوا مسجلين في الوكالة ديال الأنابيك إذن تسجال في الوكالة ديال الأنابيك رح سهل سهل جدا إذن بالنسبة للطريقة للتسجال رغدي نحط لكم كذلك الرابط ديال هذا الاستمار اللي غدي بي المجان تضعوا فيه المعلومات ديال ante ل��는 تضعوا فيه جميع المعلومات الخاصة بالعني بالمعلومات الخاص بالأنابي غادي تضعوا معلومات بعد ذلك غادي نشرح لكم إخواني طريقة كيف تأو المعلومات من ca من أن سي سوف ترجع Et طريقة ه �ن كما تتجع والذي سأضحه للموت باسع vuotta تتجع وضغطه على القيكت ودخلوا من الصحول على الكريتو ولكالعروض أو تدخلوا من الصحول على الكريتو في وكذلك سوف تستافدون منطلاق من الصحول على الكريتو الوكالة دي الانابيكا تستفدوا من العروض اللي هي عروض كثيرة بزافة ولا غضيت بوستوليو انتلاقا من ضغطة زر واحدة بوستوليو لان اي عرض بغيتوه في هاد الوكالة ديال الانابيك اذا انا نخلكم مع الطريقة كيفاش غادي تفتحوا القونت في الوكالة ديال الانابيكا بعد ذلك راقم غادي تجيو مباشرا لبوستوليو انتلاق من هاد البطن. اذا هادا هو المعلومات اخواني الخاصة بهاد التوظيف ديال مئة وخمسة ديال رجال امن الخاصين اللي غادي خدموا في المعارض ديال الفرس اللي غادي يكون في آآ مدينة الجديدة من نهار سبعتاش تلثنين وعشرين اكتوبر. كنتمنى لكم اخواني التوفيقه. ما تنسوا الضوء على زر لايك وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. اذا الان غادي اخلي لكم مع المقطع ديالي هو كنشرح فيه الطريقة كيفاش غادي تفتحوا قونت في الطريقة لانấpيك. answers. هناك هي النمرة الكارت نسيونان هناك هنا تع invest here. هنا اعتصدوا في مرض وضع اخيه عليه السابقة. bez passing الهيس. هذا يمكنك التدخل به به فهذا الصحيات جديد يدخل من تستطيع المόتد من العمل في الدكات مع السابقة العائلة. هناك servings chicos. هذه المعلوماتكم اهم هي اللغة الفرنسية. لا نعمل الهيء العربية بالكسبة هذه اللغة الفرنسية. هناك ستضع الجنس يعني تضع غريب ما انت اذاكر او انت او انت يعني حسب الشخص اللي عادي تفعل بالنسبة الهناية اضع الحال العائلية ديالك واش انت اعزب او متزوج متزوجة ديفوصي مطلقة او ارملة يعني اذا حسب الحال العائلية ديالكل شخص بالنسبة الهناية لدى نيسونس ديال هات الشخص هذا اللي هو كيبدأ بالنهار كيبدأ بالنهار عاد كيكتدوز الاشهر قاعد كيكتدوز للسنة لذا يعني كتدات المعلومات ديالك يكونوا صححين بالنسبة الهناية قد حتى يعني الادرس فين ساكن يعني الادرس يكون في لاكارت نسيونال وان يكون في لاكارت نسيونال ستتخذي هاتك الادرس اللي هو مكتوب باللغة الفرنسية ستتنقله تضيح حرفيا في هذا المكان بالنسبة لات المرحلة هذا التالتة اللي كتدت فيها المدينة يعني المدينة فين ساكن نتهي على سبيل المثال الناس اللي هم ساكنين مثلا في مدينة ورزازات بها الطريقة هذه غضي يحطوا ورزازات مثلا هنا هنا غضي تحط الجماعات لتابعه لهذا المنطقة اللي انت فيها على سبيل المثال انت في ورزازات ولكن تابع الواحد للجماعة من هات الجماعات لكن الجماعات كلهم في هذا المكان بالنسبة لهنا قد تحط الجيميل للك يعني الجيميل يكون صحيح وخدام يعني اللي كيكون في التليفون قد تحط الجيميل انا قد تحط الرقم الهاتفي ديك اللي هو هاتف يعني رقم هاتف صحيح من اللي تكمل المعلومات كاملين غادي نجيو الهاد المكان ونحطه situation actual يعني الحالات ديالك اللي هي واش انت خدام او لا ما خدامش اذا كتخدام يعني كتدير اذا كنت ما خدامش كتدير صون اوم بلو مازين هنا بالنسبة لهذا المكان انك تحط فيه الفورماتيون يعني لديبلوم ديالك يعني الشواهد يعني بالعموم الشواهد اللي انت واخدها في المسيرة الدراسية ديالك يعني كتدير كل شي يعني كتبدب بالديبلوم عاد كتدير speciality ديال الديبلوم عاد كتدير الوبسيون ديال الديبلوم عاد كتدير الكلب إيطابلسمو اللي قرتي فيها عاد كتدير اللي تابلسمو بعد ذلك كتدير السنة اللي قرتي فيها الدبلوم هذا على سبيل المتال بغيتي تزيد ديبلوم اخر ما تلاعاك ديبلوم خورين يعني كتدير ديبلوم خورين يعني كتدير ديبلوم خورين في هذا المكان. بالنسبة لهنا تضع التعليمات. بالنسبة لعمل في الشركات التي خدمت فيهم. يعني في السنوات الماضية. يعني تضعهم هنا كاملين. يعني هذه المعلومات يمكنك أن يكون لديك في CV ولكن أن تحاول ما يمكن أن تضعهم بطريقة صحيحة في هذا المكان. بهذا الشكل هذا. يعني تضع السنة هنا التي بدأت فيها الخدمة. هنا تضع السنة التي كملت فيها الخدمة مع هذه الشركة. إذا كما تدعم مع الشركة. تضغط على هذه البطورة. بهذه الطريقة. تضع هنا الـ Entrepreneurial. يعني الاسم للشركة التي تأخذها معها. لهذا المكان هنا. تضع على ما كنت تضع في هذه الشركة. يعني البوست الذي تضع فيه. يعني تكسب هناك البرانش التي تضع في هذه الشركة. بغتي تضع شركة أخرى. فتضغط على اجتيعة سوف تزيد الشركة أيضا هنا يتجوز من نوابعات كلها في حالةها وفي إنتهي ومنولة الشركة ممتاز بحاجة إلى المعارضة المعارضة باللغة والمعارضة بالفعل ومعارضة المعارضة على التعليمات والمعارضة هنا ومعارضة كلها أخبر كلها اللي انت عارف لهم. بالنسبة لاللغة كتدير لاللغة اللي عارف لهم بالطريقة مثلا كتشوف انتها اشنو اللغة اللي عندك. مقدر تزيد لاللغة خرى. بالطريقة هذه. بشكل ازيد لاللغة. يعني لاللغة كاملة رقينة هنا. يعني الحالة ديالاللغة. او المستوى دلاللغة اللي عندك انتهي. كنجون هنا كنجلنا بيروتية. كنت تعرف الورد كتعرف الالكسل بسبب علاج الهاتف Heerui fan Vamos sert. مكملة هنا. بالنسبة لها تزيد هذه المثلة الكاملتون. يعني كم شخص خاص المثلة اطراف المثلة ، اطراف الفوتوشوب. اطراف الوابسايد. اطراف مثلا المنتاج. مهم أي حاجة تزيد هذا المكان. بالنسبة لها قم اميجة بدون علي. يعنيها الدول اللي عندك مثلاة ع favourite عندك سين عندك دي او اللي عندك كاملين كديرهم كاملين فيه في الاخير هناك تحط كترفع هنا واحد الفيديو كعلي السيرة الذاتية كتكتبها مزيان وفي الورد وكتحولها البيت دائف وكترفعها في هذا المكان كتضغوط على هذا شوزي غنفيشي وكترفع البيت دائف هناك وكتضغوط على في الاخير اشتركوا في القناة